نبدأ مع حضراتكم أولى فقراتنا بالفقرة الإخبارية وتحديدا من أخبار مؤسسة الرئاسة لأن مبارح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتماع مبارح استعرض في التقرير السنوي لنشاط صندوق تكريم الشهداء ووجه كمان سيادته بإجراء حصر دقيق لكل شهداء مصر في الحروب اللي فاتت بداية من سنة 1948 وده لدراسة ضمهم إلى قوائم المستفيدين من مزايا وخدمات الصندوق وده تقديرا لدرهم تجاه الوطن ككونهم أبناء مخلصين لهذا الوطن وترصيخا أيضا لقيم الوفاء لأسرهم اجتماع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع لواء السيد الغالي رئيس مجلس إدارة صندوق تكريم الشهداء ولواء أحمد الأشعل المدير التنفيذي للصندوق صراح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تنول استعراض التقرير السنوي لنشاط صندوق تكريم الشهداء وذلك بالتنسيق مع كافة جهات الدولة من وزارات وهيئات حكومية بهدف تقديم أفضل المزايا والمبادرات الخدمية لانصالح جميع فئات وأفراد أسر المستفيدين من الصندوق فضلا عن إجراءة تنمية موارد الصندوق وحوكمة ألياته المالية وكذلك مستجدات عملية صرف التعويضات لأسر الشهداء والمصابين وقد وجه السيد الرئيس بقيام الصندوق بحصر دقيق لكل شهداء مصر في الحروب السابقة بداية من عام 1948 لدراسة ضمهم إلى قوائم المستفيدين من مزايا وخدمات الصندوق وذلك تقديرا من الوطن لأبنائه المخلصين وترسيخا لقيم الوفاء لأسرهم كما وجه السيد الرئيس بقيام صندوق تكريم الشهداء بصرف حافز مادي استثنائي لصالح الأسر والأفراد المستفيدة من الصندوق وذلك بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد إلى جانب تعزيز الخدمات المقدمة من الصندوق لتشمل المزيد من المجالات الإضافية كالتعليم والصحة والرعاية الاجتماعية وغيرها